موسيقى 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 والشعر هو واحد المجال المهم جداً لأنه عبر التاريخ عبر لا التاريخ المملكة أو التاريخ القرى الإفريقية إلا هو كان واحد المجال الواحد أول للتعبير في السابق اليوم كان الأغنية كان مجموعة عندي لمجالات أخرى لكن الشعر كان واحد المجال للتعبير على مواقف على أراع على أفكار فلهذا اليوم مع شركاءنا بغنى أن نحتفلوا بالشعر الإفريقي كمجال لما زال يقدرون قوة وما زال عنده واحد دول يقدروا يلعبوه لا على السعيد الوطني لا على السعيد الأفريقي وعبر الشعر الإفريقي دول يقدروا يلعبوه على السعيد الدولي في المجال الدبلوماسية التقافية بالطبع المغرب كيف ما كنتعرفك أعطيها أهمية خاصة في المجال الدولات المادي أو الغير المادي نعطي اليوم انطلاقة مهرجان الشعر الإفريقي الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة وبيت الشعر في المغرب في إطار الاحتفال بالرباط عاصمة التقافة الإفريقية وهي مناسبة في نظرنا من أجل تأكيد على البعد إفريقي لبلدنا وتأكيد على دور الشعر في تقريب ما بين الشعوب إفريقية وما بين متقافيها وكتابها وشعرائها ربما فاتت الكثير من الفرص في السابق لكن اليوم المؤسسات التقافية وفي طليعتها بيت الشعر في المغرب نستعيد المبادرة من أجل أن نؤكد أهمية الشعر في تحسين المناخ العام التقافي والاجتماعي والإنساني والحياتي داخل إفريقيا دورة اليوم ستتميز بيتسليم الجائزة الكبرى للشعر الإفريقي التي تحمل هذه السنة اسم الشاعر ليوبولت سيدارسنغور وقد فاز بها كذلك شاعر سينغالي كبير هو أمادو لامين ناسال حضرنا في بيت الشعر عددا من مجلة البيت خاصة براهن الشعر الإفريقي كما حضرنا فعاليات متنوعة تؤكد البعد الإفريقي لبلدنا في هذه اللحظة التي نتطلع فيها إلى استعادة أدوارنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل إفريقيا كيف أعجب أن أكون ماروكي لأنه ماروكي في محل شكرا لحظرنا لعمال من مياك فهو العالمي اكثر من العالمي ولكن اكثر من الاجتماعي والماركس يعتبر أن الأفريق ما يُنقلون هنا كل جهالك يمتلك العالمين أنه يتعطي على التعليقات يتعطي على الكلاد يتعطي على التعليقات لذلك تتعطي على سبب تتعليقات شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك